السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الاول السانوي هنبدأ النهاردة ان شاء الله حلقة جديدة في الاحياء ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى الراجب خبير العلوم نفكركم كلها بالحلقات اللي فاتت الحلقة الاولينية كلمنا عن توارث الصفات وخدنا انادام السيادة في الحلقة الاولينية مع قانون مند الاول الحلقة التانية خدنا الجينات المتكاملة وشرحناها بالتفصيل الحلقة التالتة كانت عن الجينات المميتة سواء سائدة او ايه متنحية الحلقة الرابعة ومهمة جدا 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 النهاردة توارث فصائل الدم فصائل الدم في الانسان الحصات مهمة جدا جدا ونركز فيها كده عشان ايه نستفيد منها ونحاول ايه نفهمها وتبقى سهلة معا اولا فصائل الدم انا عندي فصيل الدم ايه فصيل الدم بي فصيل الدم ايه بي عند فصيل الدم او فصائل الدم اللي عندي ده هيت تجمع فصائل الدم بين ثلاثة انماط اول سؤال عندي يبقى اعلل من اولها كده اعلل اه تجمع تجمع فصائل فصائل يعني ايه ندم السيادة خدناها في الحلال الاول لا يسود احد الجينين على بديله الاخر يعني ايه ندم السيادة يعني ايه لا يسود على بي فصيل الدم وايضا بي لا تسود على ايه ده ده حالة ان دم السيادة طيب سيادة تامة فيه سيادة تامة فصائل الدم اه يبقى يظهر فيها سيادة تامة يعني ايه سيادة تامة زي قانون من دل الاول اللون الاحمر يسود سيادة تامة على الابيض زيك عملناه في القانون الاول ايه اركبت الاركبت الاحمر الابيض ارسمو ارسمو طيب السيادة التامة دي نظامها ايه بنقول يسود يسود فصيلة الدم ايه على او. تبقوا ايه تاني? والبي تسود ايضا على الاو. مهم الكلام ده مهم جدا. طيب رقم تلات. تعدد البدائل. تعدد البدائل. يعني ايه تعدد البدائل? يعني المنظر اللي فوق اللي انا عامله ده. يعني يوجد فصائل دم يوجد اكسر من فصيلة للدم. وطبعا قلناها فوق الاي والبي والاي بي والاو. خلاص? يبقى فيه فصائل دم ايه? موجودة. ازا السؤال علل مهم جدا جدا جدا. وممكن يجي لنا حتى في النظام الجديد بما تفسر تجمع فصائل الدم قدة انماط او ممكن يقول لي ايه? سلاسة انماط من ايه? من الاشكال اللي موجودة في الصفات الوراثة. طيب. الاندي فصيلة دم ايه? لها شكلين او طرزان. ايه? ايه? و ايه? او. ركزهم. يبقى دي فصيلة ايه? مهمة جدا في مسائل الوراث. يعني فصيلة دم ايه? لا احتمالين. يا ام ايه كابتل ايه كابتل? يا ام ايه او. طيب ادي حاجة. نركز كده عليه. فصيلة بي. نفس الكلام. فصيلة دم ايه? بي. لها نظام تاني? اه. زيها بالزبط. بي كابتل. طيب وبعدين? في بي او. بي كابتل او. مهم جدا? جدا. وانشوف الوقت الكلام ده معناها ايه? لانه ممكن يتزوج? ذكر. فصيلة دم ايه? مع انسة فصيلة دم بيه? يطلع لأ اكتر من حاجة. ممكن يطلع لفصيلة دم معين. يبقى لو استخدم ده هنا ايه كابتل ايه كابتل مع بي كابتل بي كابتل? عمر ما يظهر في النسب او. خالص. ولذلك دي ممكن تتعامل في فصيلة دم. لانها نقول اهميتها الوقتي. فض المنازعات. خلاص? حيث تنفي ولا تثبت ايه? النسب زمان نشوف. طب نبص الفصيلة دم. فصيلة دم ايه بي. مالهاش اللي ترزي واحد او شكل واحد او صفة واحدة ايه بي. طب فصيلة او نفس الكلام. فصيلة او. مالهاش اللي شكل واحد او كابتل ايه او كابتل. نركز بقى كده. يبقى الشغل كله في ايه? فصيلة دم ايه? فصيلة دم ايه بي. طيب ناخد مسألة وراسة عشان نفهم هذا الكلام. يعني ممكن يقول لي وضح على اسس وراسية تزاوج بقى مش تهجين. تهجين في النبات. في الانسان والحيوان تزاوج. وضح على اسس وراسية. تزاوج. زكر. فصيلة. دم ايه? مع انسة فصيلة دمها بي. شوفوا المسألة بقى اللي جات في اكتر من امتحان. ويعني برضو بعض الناس ما عارفش وصلها في بعض الطلب والطلبات وصلها. بس عايزة تفكير. كان الطفل او الابن. يحمل. النتج يعني بالتزاوج ده. يحمل فصيلة. يحمل فصيلة او. طبعا تنفع. لما يكون ايه? مع بي او. هلاز? هل تنفع? نشوف. طبعا. اللي هتنفع قوي ايه? او مع بي او. يعني اقول ايه? زكر. فصيلة دم ايه? صحيح. بس. هنقول ايه? الرمز بتاعها ايه? او. اهي. طيب نعمل بقى الامشاك كده. هنا او. وهنا ايه? ده المذكرة او. مسئلة راسع عادة خالص. اهي. مع انسة. فصيلة دم بتاعها ايه? زي ما هو قال لي. ولكن اللي انا هشتغل بيه. او اللي انا هقوله في الافتراض بي او. يعني ممكن اقول اه. احنا عايزين نشوف الابن ده. فعلا ممكن يجي من زكر. وانسة. زكر ايه? وانسة بيه? اه. وممكن ما يجيش خالص. ولذلك بنقول ايه? هنا في الاهمية. تنفي ولا تثبت النسب. لا تثبت النسب. ممكن تنفي بس. طب امتى تنفي? فصيلة دم او? عمرها ما تيجي من ايه كابتل ايه كابتل مع بيه كابتل بيه كابتل. ازا هزا الابن مش ايه? مش تبع هزا الزكر ولا الانسة. معلاش? ما فصيلة دم ايه وبيه اه. ولكن ممكن تكون ايه كابتل ايه كابتل مع بيه كابتل بي كابتل. ازا في الحالة ديت ممكن ما ينفعش. خلاص? طيب. انا عندي هنا او وهنا ايه بيه. طيب نكمل كده. دي مؤنس. دي بيرانس. جاميتس. نشوف الجيل الناتج هيظهر لي الاربع فصائل بالمناسبة. بما فيهم الابن المدعى او اللي احنا قلنا ايه? الناتج بتاعه ايه? فصيلة الدم بتاعته ايه? ايه او. يبقى انا عندي ايه? وهنا او. هنا ايه? هنا بي. وهنا او. نشوف كده. ايه كابتل بي كابتل? بي كابتل او? ايه كابتل او? 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 ملاحظين? انه ظهر في هذا الجيل اربعة ابناء كل منهم له فصيلة مختلفة. ولذلك ده سؤال موجود في الامتحانات. ومن الاسئلة المميزة كمان. يقول لك ذكر فصيلة دم ايه? مع انسة فصيلة دم بي. وضح على اسس راسية كيفية الحصول على الاربع فصائل اللي موجودين. فعلا كلهم طلعوا معهم. يعني دي ايه بي. دي بي. دي او. دي ايه ودي او. يبقى الاربع فصائل ظهرهم. اه ظهر. خلاص. يبقى الوقت هنا الاربع فصائل ايه ظهرهم. واحتمالية تواجد اللي هو الايه الجين او الفصيلة الدم الاو موجودة. اللي هو الابن ايه كان يحمل ايه فصيلة دم او. طيب. الجزئية اللي احنا عايزين نعرفها برضو ان في مواد موجودة على سطح كرات الدم الحمراء. ومواد موجودة على ايه او في الخلايا. يعني ايه? يعني في عندي مواد تسمى مواد الالتصاق. مواد الالتصاق. في منها ايه? وفي موجود منها ايه? بي. الاتنين ده هم موجودين على سطح خلايا الدم الحمراء. على ايه? مواد تانية اسمها اجسام مضادة. في قلب الدم بقى. اجسام مضادة. الاجسام المضادة يعني فيه انتي ايه? وفيه انتي بي. انتي ايه وانتي بي. نركز ايه في الاتنين دول. طيب. لو الاتنين دول موجودين في بلازمة الدم. بلازمة الدم. موجودين. خلاص? طيب. نيجي نشوف كده لفصيلة الدم ايه? فصيلة الدم ايه? نركز كده مع بعض. فصيلة الدم ايه? نظامها ايه? فصيلة الدم فيها مولد الاتصاق ايه? يبقى الفصيلة مولد الاتصاق زيها. ولكن في نفس اللحظة بتحتوى على انتي بي. ده هتفيدنا الوقتي في كيفية تحديد فصيلة الدم. طيب البي فيها بي زيها في مولد الاتصاق. خلاص? اما انتي ايه? هي اللي موجودة عنده. انتي ايه? عشان انتي ايه? يعني ما تعملش تلزن او تلاجنل او ايه? مواد محببة كده. طيب الاي بي? الاي بي? مالها? خلاص? الاي بي? الاي بي عندي فيها الاي والبي كمواد الاتصاق. ولا يوجد بها انتي ايه? ولا انتي بي? طيب الاو عكسها تماما. الاو? الاو مالها? الاو عندي فيه? تخلو من مولدات الاتصاق. ولكن فيها الانتي ايه? والانتي بي. والانتي بي. ولذلك الاو يعتبر معطي عام. الاو معطي عام لجميع الفصائل. لماذا? لان ما فيش مولدات الاتصاق. لان اللي بقى من المشاكل مولدات الاتصاق. يبقى مولدات الاتصاق. يبقى مولدات الاتصاق بتعمل مولدات الاتصاق. هي اللي بتسبب ايه? المشاكل. هي اللي بتعمل تخصر في الدم. فبنقول عدم وجود مواد او مولدات التصاق في فصيلة او. دي اللي بتخليه بيدي الجماعي الفصائل. طيب. المعلومة اللي عايزين نقولها بقى النهاردة. ونتابع كده مع بعض. كيفية تحديد فصيلة الدم. طبعا ده السؤال ده بيجي واتكرر كتير في الامتحانات. سؤال عام كده كيفية تحديد فصيلة ايه? الدم. يبقى احنا الوقتي عايزين نحدد فصيلة الدم. اولا هنحددها كالقاتي. هنجيب شريحة. ونحط فيها نقطتين من الدم او من عينات الدم. نبدأ نحط في ان تي اي وان تي بي. في انبوبة او اطارة كده فيها ان تي اي مكتوب عليها. واطارة تانية فيها ان تي بي. ازازة زيارة زي الاطرة بتعلى ينين. مكتوب عليها كده ان تي اي وفي ان تي بي. لو انا وضعت الان تي اي على قطرة او نقطة الدم هنا. احنا هنحط هنا ان تي ازا ما اتفقنا. على يمين. اللي على الشمال ان تي بي. لو حدث تخصر او جزء زي الرمل كده بتبقى ان تي اي اي شمانة. لان معروف ان فاصل لان ده هتبقى فاصلة ايه. فاصلة ايه معروف ان نفهم مولد التصاق ايه. مولد التصاق ايه بيعمل مشاكل مع مين مع الان تي ايه. ولكن الشريحة التانية اللي ما حصلش فيها تخصر او ما حصلش فيها. حاجة شبهة بالرمل كده. فيها احنا حطنا عليها ان تي بي. فان تي بي ما بيعملش مشاكل مع مين مع مولد الاتصاق ايه. اللي بيعمل مشاكل مع الان تي الاسم بتاعه. يعني ايه تعمل مشكلة مع الان تي ايه. والان تي ايه تعمل مشكلة مع مولد الاتصاق ايه. ولذلك الشريحة التانية. يبقى ده فاصلة دم هذا الانسان او الانسانة ديت او الشخص او الطالب او الطالبة. بيبقى ايه. تبنيجي على فصلة الدم التانية او الشريحة التانية لشخص اخر. هنا برضو هنحط انت ايه? عينتين الدم. حطينا انت ايه? هنا ما حصلش حاجة. حطينا هنا الانت بيه اللي هنا فيه تخصر. طب حصل تخصر ليه? لان فصلة الدم بيه معروف ان فيها مولد الالتصاق بيه. فيعمل مشاكل مل من نوعه. اللي زيه. يبقى الوقت في الحالة دي هتفصلة الدم بيه. نيجي في الحالة التالتة نفس الشريحة. عينة الدم وده عينة الدم. خلاص. هنحط الانت ايه هنا? على عينة الدم وانت بيه هنا. لو لقينا تخصر في الاتنين يبقى اي بي. طب انا عرفت اللي هي اي بي من ال اي بي. معلاش? احنا واخدينها من شوية. ال اي بي فيها مولد الالتصاق ايه? وفيها مولد الالتصاق بي. يبقى الوقت هنا هو الشخص ده هو. مع ان ده من شخص بناه ده مواحدة هو. بس طلع فاصيلة الدم ايه? اي بي. عرفت منين? ان ان انت ايه? وانت بيه ما تحطط على النقطة التانية. الاتنين حصل فيهم تخصر. لماذا? لوجود الايه مولد الالتصاق ايه? ووجود المولد الالتصاق ايه بي. طيب اخر حاجة شريحة الدم التانية او الرابعة. لو عينت الدم حطينا فيها انتي ايه وانتي بيه. وما حصلش حاجة يبقى ديه تلاتنين موجة بهمة. لو ما حصلش حاجة زي الاخيرة ديه يبقى فاصلة دم او. طيب ليه ما حصلش? لان فاصلة الدم او معطي عام زي ما قلنا من شوية. وقلنا ما فهاش لمولد التصاق ايه? ولا مولد التصاق بيه? ازا هنا حددنا فاصلة الدم بتاع الانسان اللي عاوز يحدد ايه? الفاصيلة الدم بتاعته. اخر جزئية في فاصيلة الدم ان شاء الله. هنتكلم عن الاهمية بتاعتها والاهمية نلخصها. فحاجات بسيطة كده. نمر واحد. فض المنازعات. ودي زي المسألة اللي خدناهم شوي. فض المنازعات. يعني ايه فض المنازعات? بين اب وام. بين الاب والام. ازاي? ممكن ست تيجي تدعي بنوة طف. فطبعا مبدئيا بنبص على فصائل الدم. على ما تحليل دي ان ايه يظهر. لانه بياخد فترة. يبقى الوقت ان اهو فض المنازعات وبنقول قاعدة مهمة كده. تنفي البنوة ولا تثبته. ولا تثبته. ليه? لان في خمس تلاف خمسة مليون شخص ممكن يكون نفس الفصيلة. لكن ممكن تنفي? اه ممكن تنفي الايه? البنوة وده المهم وده المطلوب. نمرة اتنين. تحديد عمليات نقل الدم. تحديد عمليات نقل الدم. نمرة بقى بعملوها وبيستخدموها. في بعض الحاجات ودراسات الايه? التطور بالنسبة للحالات الايه المرضية? او ممكن اي حالة من الحالات اللي هم بعملوا البحث عن. ده كان اخر حاجة في فصائل الدم النهاردة ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب خبير العلوم. وتبعتوا الفيديوهات لزمائلكم. وديات الحلقة رقم اربعة في مادة الاحياء للصف الاول السنة. الى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.